من مسرح الكوميديا وشاشتها إلى مسرح السياسة منه إلى مسرح الحرب ثلاث سنوات من قيادة فولودمير زيلنسكي لرئاسة أوكرانيا وصل بها الآن إلى حرب ضروس يشنها على بلاده الروس وبفعل الانتقاد البعيد عن أزيز الرصاص قيل إنه في حلقة كوميدية تبينت حقيقة اتصال هاتفي بشخصية خادم الشعب التي كان يمثلها زيلنسكي أجرتها معه أنجيلا ميركل لتخبره في المسلسل أن أوكرانيا أصبحت ضمن الاتحاد الأوروبي تبين في المسلسل وفي ذات المكالمة أنه اتصال خاطئ وعلى ما يبدو أن سوء التقدير بين الكوميديا والسياسة أوقعت كييف في فخ الحرب أو تلك التي حذر بها الرئيس الروسي نظيره الأوكراني أنها نتيجة حتمية في حال الذهاب إلى أحضان الغرب بين فلادي ميرين المتشابهين في المعنى فكلمة فلادي تعني المسيطر ومير العالم تتشابه بينهما اللغة الروسية بحسب مولد زيلنسكي في قرية أوكرانية ناطقة بالروسية الشاب الأوكراني الذي أصبح زعيما لبلاده يصغر بوتين بـ 26 عاما يفتقر لخبرة الجنرال الروسي المخابراتي وزعيم الآلة العسكرية منذ الاتحاد السوفيتي كل هذا عنوان فروقات شاسعة بين الزعيمين جعلت معادلة هجوم بوتين عليه بعنوان الزعيم النازية بحسب أصول زيلنسكي اليهودية وتشبث موسكو بأحقيتها في تماسك روسيا مع جارتها بتقارب اللغة والعادات والتقاليد ومنذ نشوب الحرب المجيعة على أوكرانيا إلا أن كلمات هنا وهناك قالها زيلنسكي توحي باستجداء مقابلة بوتين والاستماع إليه كلمات يفسرها المراقبون على أنها معادلة كشفت تخلي دول عظمى عن كييف وعقاب الروسي لن ينتهي إلا بالانصياع لشروط موسكو أو تلك التي يريد بوتين من نظيره زيلنسكي أولها التخلي عن حكم الأوكرانيين وآخرها الحياد عن الناتو اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر